سأشرح لكم اليوم عن قصور الجانب الأيسر من القلب وهو يعني أن الجانب الأيسر من القلب لا يضخ كمية كافية من الدم كما يجب يضخ الجانب الأيسر من القلب الدم إلى باقي الجسم بينما يضخ الجانب الأيمن الدم إلى الرئتين لذلك فإن الأعراض ستكون مختلفة قليلاً بين قصور الجانب الأيسر من القلب مقارنة بقصور الجانب الأيمن يمكن تقسيم أعراض قصور الجانب الأيسر من القلب إلى فئتين الأولى قصور القلب الإقدامي والثانية قصور القلب الإدباري بالنسبة لقصور القلب الإقدامي يكون القلب قد فشل في ضخ كمية كافية من الدم إلى خارج القلب أول وأهم أعراض قصور القلب هو التعب والإرهاق سأستعرض معكم بسرعة مسار الدم لفهم سبب ظهور العارض عادة يدخل الدم إلى الجانب الأيسر ثم يضخه الجانب الأيسر إلى الجسم يكون هذا الدم محملاً بالأكسجين أي أن القلب يضخ الدم إلى الجسم ليوفر له الأكسجين بعدها يستهلك الجسم الأكسجين ويعيد الدم إلى الجانب الأيمن من القلب الذي بدوره يضخه إلى الرئتين ثم يذهب الدم مرة أخرى إلى الجانب الأيسر وتتكرر هذه العملية وبما أن الجانب الأيسر لا يضخ كمية كافية من الدم المحمل بالأكسجين للجسم فسيشعر الجسم بالتعب والإرهاق لأنه لا يحصل على كفايته من الأكسجين لأن كل خلية في الجسم تحتاج الأكسجين لتعيش وعدم حصول الجسم على كمية كافية من الأكسجين يصيب الشخص بالتعب والإرهاق مجدداً هذا أحد أهم الأعراض لفشل القلب اللاتعويضي أو المراحل المتأخرة من قصور القلب العارض الآخر للقصور الإقدامي هو نقص إنتاج البول قد يبدو سبب حدوث ذلك غريباً لكنني سأوضحه بما أن الجسم لديه مشكلة في استقبال كمية كافية من الدم لأن الجانب الأيسر لا يضخ كمية كبيرة من الدم فإنه يحاول الاحتفاظ بالسوائل ليزيد من كمية الدم في الجسم وعادة ما تستقبل الكليتان الكمية الفائضة من السوائل وتتخلص منها عن طريق البول لكن الجسم الآن يحتاج المزيد من الدم لذلك يبقي على السوائل مما يسبب قلة إنتاج البول العارض الأخير للقصور الإقدامي هو النبض السريع وغير المنتظم وهو ما يسمى خفقان القلب حيث يشعر الشخص أن قلبه ينبض بسرعة أو بقوة أو عندما يبدو النبض غير منسجم حيث ينبض القلب بسرعة ثم يصبح بطيئا ثم يعود للنبض بسرعة أو عندما يبدأ القلب بالنبض بقوة فجأة ويسمى هذا الأمر بعدم انتظام ضربات القلب السبب في ذلك أن القلب يحاول أن يعوض قدرته المتدنية على ضخ الدم من خلال النبض بشكل أسرع وأقوى ليزيد كمية الدم الذي يرسله إلى الجسم كانت هذه الأعراض التي كان سببها عدم قدرة القلب على ضخ دم كاف إلى الخارج لكن هناك أيضاً أعراض يسببها قصور القلب الإدباري وهو يعني أن القلب غير قادر على استقبال الدم مما يؤدي إلى احتباس السوائل في معظم الأحيان تظهر الأعراض بصورة احتقان أو تراكم للسوائل لذلك تسمى هذه الفئة في بعض الأحيان بقصور القلب الاحتقاني تأتي السوائل من الرئتين إلى القلب لكن إذا كان القلب لا يضخ الدم بشكل جيد إلى الخارج فسيبدأ هذا الدم بالتراكم الأمر شبيه بازدحام المرور حيث يكون هناك فجأة طريق واحد تمر عبره جميع السيارات لينتهي الأمر بصف طويل من السيارات لكن إلى أين تحتبس السوائل؟ بما أن الدم يأتي من الرئتين فمن المنطقي أن يعود إليها ويدعى هذا بالاستسقاء الرئوي لأن السوائل تحتبس في الرئة التي تشكل جزءاً من الجهاز الدوري أول عارض لقصور القلب الإدباري أو الاحتقاني هو الصعوبة التنفس بما أن السوائل تحتبس في الرئتين فمن المحتمل أن تملأ الحوى الصلاة الهوائية وهي أجزاء الرئة التي تساعد في تبادل الأكسجين وبما أنها تصبح مليئة بالسوائل بدلاً من الهواء سيزيد الأمر من صعوبة التنفس إلى جانب ما سبق من المحتمل خروج مخاط رغوي أو زهري عندما يبدأ الشخص بالسعال إذ يحاول الجسم تنظيف المجاري الهوائي للرئتين من السوائل التي تملأها عبر السعال ويكون المخاط ظهرياً في بعض الأحيان بسبب الدم المتراكم في الرئتين من الممكن أن يزيد هذان العارضان سوءاً في الليل أو عند الاستلقاء حيث تؤثر الجاذبية على السائل بشكل أقل مما تؤثر عليه عند وقوف الشخص لذلك تزداد نوبات السعال وصعوبة التنفس أيضاً عند محاولة النوم أخيراً قد يلاحظ بعض المرضى زيادة في الوزن وهذا يعود لنفس الأسباب التي ذكرتها سابقاً حيث تحتبس السوائل في الجسم وبالتالي سيحتوي الجسم على وزن السوائل الإضافي ما ينعكس على زيادة الوزن هكذا تكونون قد وصلتم إلى نهاية الدرس